في سعيها نحو مستقبل المزدهر تستهدف مصر بناء دولتها المدنية الحديثة من أجل جميع أبنائها وفي طريقها لتحقيق هذا الهدف توصل دولة خططها لبناء الإنسان والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية منذ ثلاثين من يونيو وأصبحت أحلام المصريين في عنان السماء لبناء وطن جديد قادر على تغيير حياة المصريين نحو الأفضل من هنا وضع الرئيس السيسي نصب عينيه بناء دولة دموقراطية مدنية حديثة تتسع لكل أبنائها وتسعى للسلام والبناء والتنمية إنها الجمهورية الجديدة التي بدأ بناءها الرئيس السيسي ولا يزال يحمل على عاطقه بناء ذلك الحلم الجمهورية الجديدة تستند على مبادئ أساسية تشتمل بناء الإنسان والتنمية الاقتصادية بالإضافة إلى حقوق الإنسان في عام 2019 تبلورت بوادر نهج بناء الإنسان على خلفية إطلاق مبادرة تهدف إلى توفير سبل الحياة الكريمة للفياة الأكثر احتياجاً في القرى والمركز الفقيرة في الريف وكذلك سبقها المناطق العشوائية في المدن من خلال توفير السكن الكريم والارتقاء بمستوى كافة المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين فضلاً عن توفير الدعم المالي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً المبادرة تلك تهدف كذلك إلى توفير فرص عمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب تقديم الرعاية الصحية والعمليات الجراحية وفي ملف التنمية الاقتصادية الاجتماعية تمثل هي الأخرى الشروط المسبقة والدعمة لتطوير التنمية السياسية والتي تمثل أساس تثبيت واستقرار الدولة ومؤسساتها واستدامة اللحمة الاجتماعية أما حقوق الإنسان فهي العنوان الأبرز في الجمهورية الجديدة حيث تمثل بمفهومها الشامل أساساً لتلك الجمهورية ومنطلقاً لها وذلك من حيث وضع المعايير والمحددات والحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة والأبعاد الأخرى لحقوق الإنسان وبالتالي فإن هذا العقد يأخذ في طياته مقاربة شاملة للعمل متعدد الاتجاهات والدفع فيها بصورة لا تخل أي منها في إطار رؤية شاملة وضعت بشكل علمي مدروس متضمنة أهدافها المرحلية والاستراتيجية وهي رؤية مصر 2030 وهكذا كان ولا يزال الهدف الاستراتيجي للدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف مناحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والتحقيق النمو اقتصادي مرتفع ومستدام يضمن الحياة الكريمة اشتركوا في القناة